الشيخ نجاد رحمة الله عليه تآمر عليه أربعة وتواطئوا على شهادة زور قالوا نشهد أن الشيخ نجاد وهو أعلم علماء زمنه قارف جريمة الزنا وشهدوا برعتها عند الإمام فالإمام سأله هو استفتيهوه استفتيه يقول له ما تقول في شهادة هؤلاء الأربعة قال هؤلاء عدول شهادتهم مقبولة قال في الزنا قال مقبولة قال ولو شهدوا عليك قال ولو شهدوا عليك قال فإن هؤلاء الأربعة يشهدون عليك بالزنا أنك زنيت قال أبرو إلى الله وأما شرعا شرعا شوف الرجل الأمان شوف الأمان والرضى بالحكم الإلهي يقول أما شرعا فشهادتهم مقبولة هذا الشرع وأما أنا فأمر إلى الله فأقام الإمام عليه حد الزنا حفروا لحفرة وبدأوا يرجمونه رضوان الله عليه فارتعش قلبه أحد الأربعة أحد الشهور الأربعة فارتجف قلبه كأنه ادكر وراح يعني إلى الإمام رضوان الله عليه قال يا إمام أبرأ إلى الله أنا ما شهدت ولا رأيت ولا شيء فأمر الإمام بإيقاف الحد ثم ماذا بعد هذا في أثناء تطبيق الحد أحد الشهداء الأربعة راجعا الآن ما الحكم يواصلوا الحد بناء على الشهادة الأولى واللي يتوقفوا من يستفتى في القضية أعلم أهل الزمان وذال الآن لا يرجع فذهب الإمام وجلس أمامه يستفتيه هو في المسألة يقول لأحد الشهود الأربعة اللي يشهدوا عليك رجع عن شهادته فكيف الآن قال المسألة فيها قولان عند أهل العداء المسألة فيها قولان عند أهل العداء والراجح عندي راجح وإذا قلتم فاعدلوا والراجح عندي مواصلة الحد هذا الذي دل عليه الدين العد لا سوى قال فواصلوا فواصلوا استمروا في الحد هذا الإنقياد وإسلاس القياد لرب العباد هو يعلم أنه بريء لكن ماذا يصنع هذا حكم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بس بس بعد تابعنهم فينفوصا داخل يعني تسليم الظاهر ذا تسليم الظاهر ذا يمكن قد يكم مالاءة أو نفاقا أو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وبس قال لا لا ثم لا يجدوا فيه أنفسهم حراجا حراجا نكرا أي أي حراج ما قال ثم لا يجدوا فيه أنفسهم الحراج مما قضيت لا يجدوا فيه أنفسهم حراجا أي حراج كان ولو كان قليلا إما قضيت بس إلا قال ويسلموا بس تسليما فأحكام الله عز وجل وهذا هذا هو مقتضى الإيمان الذي يبعث الطمأنينة لأنك تأوي إلى عليم حكيم إلى عليم حكيم ترجمة نانسي قنقر